المنطقة الرمادية حقيقة أنا أشعر أن هناك منطقة رمادية يظل بعض الأشقال يمنيين يعني يراوحون فيها لا يودون الخروج أو الوضوح مع من يثق بهم ما هي الأسباب؟ ومن يعول عليهم فيفترض أن تكون هنا الأسباب هو خشية إما على أهل في داخل اليمن أو أنه ربما بعضهم يرى أنه الوضع الحالي ربما يكون مريح لبعضهم يعني موجود في بعيد عن الحرب أسرته معه هناك مدارس خاصة هناك رواتب تصرف أحيانا مثل هذه الأشياء تجعل الإنسان يشعر بشيء من الراحة حتى وإن كان يتألم من داخله فأنت بعيد عن النار كما يقال لكنها هي تحرق آخرين لهم صلة وثيقة بك ويعانون مرين تحت يعني وصاية هذه الجماعة فيفترض الخروج من المناطق الرمادية إلى الصدق في إقامة الحجة من خلال هذا المؤتمر الذي دعا إليه مجلس التعاون والذي تحضر منظمات أممية أن تقام الحجة على الحوثي وعلى